يسأل سائل هل يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام الحاصل أن المنام غير منضبط لأن الإنسان في المنام تخرج نفسه من جسده وروحه ويبقى الجسد والروح هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فتخرج النفس وهذه النفس من شأنها أنها كائن لطيف وليس كائنا كثيفا كالجسد فتقول وتصول وتدرك وترى أشياء بعالم آخر له أبجدية أخرى غير هذه الأبجدية التي نحن نستعملها في لغتنا الأبجدية العربية 28 حرف أما هذه الأبجدية التي تنظر إليها على سبيل المثال لا على سبيل المعلومة تلقى عدد الحروف بتاعتها 30 ألف حرف مختلف 30 ألف حرف مختلف دي تعمل فيها إيه؟ تعمل فيها حاجات عجيبة غريبة ولذلك فإن تأويل المنام من صفات الأنبياء وكان الإمام مالك يرى أن من تصدر لتفسير الأحلام والمنامات والرؤى لابد أن يكون قد وصل من التقوى ما يجعله وارثا من ميراث الأنبياء فكان يقول أتتلاعبون بتراث النبوة؟ كل واحد يقول أي حاجة في أي حاجة كده الرؤية بشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قطعت النبوة فلا نبي بعد ولا رسول فشق ذلك على الصحابة طيب هل يسأل مين؟ هنعرف ربنا رضي عنه أو مش رضي إزاي؟ قال وبقيت الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له يبخير إن شاء الله رأينا شيء يطمئن له القلب نقول خير إن شاء الله أما هي معناها إيه؟ هي ليها معنى ولكن هذا المعنى لا يدركه إلا القلة من بعد القلة من عباد الله ما ينفعش بقى نعمل في التلفزيون برنامج لتفسير الأحلام لأنها بتجذب الناس وكذا والحمد لله الرجل قاعد وما فيش رؤية خيب كله بيفصروا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون بنتذكر كلام مالك أتتلاعبون بتراث النبوة؟ لأنه ونعلمه من تأويل الأحاديث ده سيدنا يوسف النبي وكان أبو بكر وهو في مرتبة الصديقية العظمى أول شيئا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول أصبت في شيء وأخطأت في شيء فقال أبو بكر أُناشدك الله فيما أخطأت يعني تقول لي إيه أنا أخطأت في إيه دي الحكاية يظهر بين قدامي خالص يعني قال لا تُناشدني ورفض أن يقول له فيما أخطأ وهذا يدل على أن الأمر لا يبنى عليه عمل إنما هي بشرة وإنما هو خير وإنما هو تطمين للقلوب لا يبنى عليه مقامات وأحوال ودرجات وكل واحد بعد كده يقول لي أصل ربنا ألي وربنا عدلي وأنا مبعوث العناء الإلهية هذا هو الضلال المبين ولذلك الرؤية من خروج النفس وإدراكاتها بلغة أخرى غير التي نفهمها فواحد يقول لك رؤية السمك في المنام مرض والتاني يقول لك لا ده خير ورزق والتالي يقول لك ده نعيم والرابع يقول لك خلتها خل لأن السمك جاي من البحر والبحر مالح الكلام ده كله ده ما يدخلش عندنا ما ينفعناش لأنه على فكرة قد يكون هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك أو ذاك تلاتين ألف حرف واحد بقى يجي من النبتة يقول لي فين دليلك إنهم تلاتين ألف حرف خليهم تسعة وعشرين يا عم ده على سبيل المثال والرجال لا تقفوا عند المثال ده علشان نفهم الأبعد مش علشان إنهم تلاتين ألف حرف ده إن أنا عدتهم من ما عدتهم شوال أعرفه ده مثال فهل يمكن وأنا نعيم إني أرى الله هو أنت ما رأيتش الله هو أنت رأيت أن الله في منامك ما قال لي أنت شفته ده واحد يقول له أقول له طب شفت إيه يقول لي شفته نور كده يا أخي نور ماشي والتاني يقول لي شفت سحابة ماشي والتاني يقول لي ما عرفش شفت إيه قال لي شفت حاجة كده يعني أمواج في أمواج وأنوار في أنوار يعني كده حاجة كده وما عرفش يوصفها والرابع يوصفها والخمس يقول لي أنا شفت شيخ كبير يملأ ما بين المشرق والمغرب ولحيته هنا كده هو كبيرة كده هو بيضة ولا بصاب يطفا بيط أي حاجة أي كلام هو ده ربنا لا وإنما هو رأى كده هو تجلى الله عليه في منامه بصورة من الصور وورد في الخبر أن الإمام أحمد رأى ربه تسعة وتسعين مرة في المنام من كتر ذكر الله وتسلط الذكر وتشبع الجسم بالذكر قم يحصل كده بالك مشغول بربنا فيرى الإنسان ما يرى أقول له طب قالك إيه واحد يقول لي ما قالش حاجة قالك إيه قالك إنه كان راضي كده عني آه 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 شعورات كلها وإنت قالك إيه قالك إنه غضبان كده وزعلان هو بيقول كده وحاش الله أن يعتريه ما يعتري البشر فالرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق الله مفارق لذي الأكوان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه لا إله إلا هو له كمال والجمال والجلال نعرفه ووصف لنا نفسه لكن بهذا الشرط أنه خارج عن هذا العالم يعني ليس من شيء ندركه أو نعرفه له نور وله أمواج وله سحاب وله سمة وله أرض وله بشر وله أي حاجة ده حاجة تانية ده ربنا أي وشكله إيه يعني إن شاء الله وجوه يومئذ ناضرة وخلي بالك إيه وجوه مش أبصار مش عيون الوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ما الذي يترتب على ذلك لا شيء وما تأويل هذه الرؤية خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله بتخليها خير مشيها خير خير كويس حلو بشرة وكان يحب البشرة في كل شيء صلى الله عليه وسلم افرح افرح بالحياة وحب الدنيا وحب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار النبي قال رأيت ربي في المنام صحيح حديث صحيح فوضع فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم يا ربي فوضع يده بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في ظهري اللي حصل كده يعني هو شاف صلى الله عليه وسلم وكأن الله يخاطبه يحادثه لأنه ده سيدنا ده النبي ده الموحى إليه من عند الله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحي بإذنه ما شاء يبقى ممكن ربنا يكلم البشر بس مش كفاحا يعني من وراء حجاب والرؤية حجاب ليه لأنها لها أبجادية أخرى الأصابع دي مش الأصابع اليد دي مش اليد دي أبجادية أخرى